لو ما دغنع فص يطوم صغير بالليل قبل ما ننام هيحصل ايه كنت عملت فيديو قديم من حوالي سنتين على قناة اليوتيوب قلت فيه ان احنا لو عندنا التهبات في اللاسة او مشاكل او عندنا ديدان في البطن او اي عايز ترفع منعتك عايز بطنك ما يبقاش فيها دود بالليل قبل ما تنام ممكن تاكل فص يطوم تندغ مش اي حد هيقدر يندغ غير فص التوم عوالي بقى نار البقط كده نار مولع نار وانا ما دغت بقى فص التوم لو قدرت يعني لو قدرت انا واحدة بحب مناعة التبقى القوية وبحبش نزلات البرد وبحبش الصداع ما بحبش الامراض ما بحبش الادوية ما بحبش المكملات الغذائية فجالت عليه بيقول لي طبعا الصبح يبقى نفسنا زلزفت طب حاضرتك جربت ليه بتحكمه على كل حاجة من غير ما تجربوها فص التوم اللي انت بتقول عليه خلي نفسك زلزفت بالعكس جرب كده لو قدرت يعني وعندك الشجاعة انك تعمل كده وعايز ان بطنك ما يبقاش فيها دود وبقط مفوش بكتيريا ولا كانديدا حاجة غريبة انتوا ليه بتستغطروا باي معلومة ممكن تفاتكم ليه عايزين الناس دايما تخدعكم ليه جربوا بعدين قبل ما تكتب التعليق اقول اه لا ده انا جربت لقيت تروح يتبقى الصبح مع الفيلم بالعكس لو قدرت تعمل كده تبقى ممتاز اولا التوم اقوى مضاد دحايا وفي الوجود التوم بيقلل لزوكة الدم يعني مجلاكش جلطات بدل ما تاخد اسبريل طبعا ما ليش دعوب اللي بياخده ادوية بتعمل سيولة يعني ده حاجة تانية لان انا لو خدت توم وخدت كركم وخدت حاجات يعني بتعمل سيولة في الدم وباخد مميات دم هيحصل نزيف فانا بتكلم الناس اتاخدش دوة للسيولة فص توم بالليل قبل ما تنام مش لازم كل يوم مرتين تاتا في الاسبوع بطنك مش يبقى فيها دود بطنك مش يبقى فيها دود بطنك مش يبقى فيها كنديدا ولا بكتالك بس كده